تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله رسالة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء رفع فيها سموه إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدة خالص الولاء وعظيم الامتنان على الثقة الملكية الغالية التي أولاها إياه جلالته بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء معاهدا سموه جلالته مع مباشرة حمل أمانة العمل الحكومي وأكافة المهام الوطنية التي كلفه بها جلالته على مواصلة تحقيق تطلعات ورؤى جلالته بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالته بما ينعكس أثرها على السمرار الزهاري الوطني في كفة ميادينه ويعود بالنماء والخير على المواطنين وفيما يلي نص الرسالة سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي خالص الولاء وعظيم الامتنان على الثقة الملكية الغالية التي أوليتموني إياها بتعيين رئيسا لمجلس الوزراء وأهدكم جلالتكم مع مباشرة حمل أمانة العمل الحكومي وكافة المهم الوطنية التي كلفتمون جلالتكم بها على معصلة تحقيق تطلعاتكم ورؤاكم حفظكم الله ورعاكم بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسيتم دعائمها بما ينعكس أثرها على السمرار الزهار الوطن في كافة ميادينه ويعود بالنماء والخير على المواطنين كما نجدد لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم العهد برا وإخلاصا وعطاءا وحرصا على ترجمة رؤاكم واقعا ملموسا بتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لصالح الوطن والمواطن على الأسس المنبثقة من تطلعات جلالتكم أيدكم الله التي جلت في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين لنبلغ الأهداف المنشودة لغد مشرق للوطن وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ونؤكد لجلالتكم حفظكم الله أن توجيهاتكم السامية ترسم لنا خارطة الطريق لمواصلة نهضة الوطن المباركة في عهدكم الزاهر الذي أصبح بحكمتكم نموذجا يصب إليه الجميع في مساعد تنمية والإنجاز والخير والسلام سائلا المولى عز وجل أن يديم على جلالتكم حفظكم الله ورعاكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر